بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الطلباء بداية الرب يشرح لي صدري ويسير لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أتمنى أنكم في تمام صحة والعافية يعني نواصل رحلة التحضير لشهادة الباكالوريا بتوفيق الله وحده كمنا دروس المناعة الآن سنبدأ بإذن الله في دروس الاتصال العصبي ولكن قبل ما نبدأ في الاتصال العصبي رح نديروا واحدة المصطلحات نذكر بها وتفهموها باش ما ننقوش مشكلة إن شاء الله في الدروس بتاع الاتصال العصبي قبل ذلك لا تنسوا دائما شعارنا في شعارنا نحن في اللي هو بالقرآن نحيا يعني لا تنسوا هذا الشعار دائما في حياتكم قبل ذلك أيضا ما تنسوا جديرنا لايك على فيديو جميع عليهم يدخلوا يشوفوا ما يدرواش اللايك ديروا لايك جميع عليهم يدخلواي يلديروا لايك وما يدرواش بارتازي جميع عليهم يشوفو مش من اه ديرين مش مابونين في القناة يديروا اه هذا ما كان بسيطة جدا ولم يدركوا شبتاني مش مش مشكلة عادية نبدأ على بركة الله شباب نحل صفحة جديدة أول مصطلح الذي نحكو عليه يا شباب هو الخلية العصبية شوفوا معي ملح الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية أو البنائية لجهاز العصب الخلية العصبية تساوي العصبون نقول الخلية العصبية نفس الشي وابحة الفكرة صح رقز معي في الخلية العصبية هو الرسم التاحب عموما درستوه في السنة أولى أو في السنة ثانية يكون بهذا الشكل مش دائما هكذا هذا نوع من أنواع الخلية العصبية كما رأكم تشوفوا هذه نواة وتنقسم إلى ثلاث أقسام هذه وهذه 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 القسم الأول يا شباب يسمى الجسم الخلوي هذا الجسم الخلوي وهذا الليف العصبي وهذه نهاية عصبية خلاص طيب معناها الخلية العصبية هذه كلها خلية عصبية كلها يعني تسمى خلية عصبية أو تسمى أصبول هذه نواة معنى هذه هي واش؟ سيتو بلازم أو هيولة لاحظوا معي سيتو بلازم تمتد يعني حتى النهاية العصبية وإلا كيفاش تعيش يعني كيفاش نلاحظه بالليكيين حياة هنا وما إلى ذلك نعم لازم تعيش خلص لازم سيتو بلازم يعني لازم يعني فيه متدد هذه هي الخلية العصبية لاحظوا معي الليف العصبي الحاجة الليف الوسط هذه خلاص تسمى محور استواني معناها كنقول الليف عصبية راني نحكي في هذا البرتي راني في وسط الخلية العصبية نحكيي هذا البرتي كنقول الخلية العصبية راني نحكيي لهذه كل خلاص ولكن في الغالب في الغالب بالأساس يعني الكلام بتاعنا رح نحكي حكاية على مستوى الليف العصبي هنا واللي هو انتقال السيئة العصبية ونحكو على النهاية العصبية وعلى الجسم الخلوي رح نحكو لهم فيزوس لأنه رح نحكوه تم ماتي أيضا على مستوى النقل العصبي يعني أساسا وحدة الاتصال العصبي رح تحكي على تحكي على النقل النقل العصبي النقل العصبي وابحى شباب طيب رقزوا معي مليح الآن بعد ما شفنا الخلية العصبية أنا أتمنى أنكم تشفو عليها وتفهموها مليح اللي عادكم سؤال ثاني تقدروا تسولونا على الصفحات رسلوني على الصفحات النقطة الثانية هو المشبك المصطلح الثاني اللي يليق نحكو عليه هو المشبك ونحن عاودوا تحكو عليه بالتفصيل إن شاء الله نحن عاودوا نحكو عليه بالتفصيل في الدروس ولكن باشتشفها وبرك لأن حتى كن نبدأ مع التفكير بالمكتسبة نبدأ مع الدروس كما في المنهاج معنى تعدوا فهمين وش معنى مشبك لأنك مقرأتوه في السنة ثانية المشبك المشبك التعرفته هو منطقة اتصال بين خليتين عصبيتين أو خلية عصبية وخلية عضلية معناها قادر ننصم الآن خلية عصبية بهذا الشكل لاحظوا هي نفسها هذه ولكن هذه مكبرة وخلية عصبية وحدة آخر هكذا المشبك هو منطقة الاتصال هذه بين خلية عصبية وخلية عصبية يسمى هذا المشبك بوش تسمى هذا الخلية معذرة بالخلية قبل مشبكية وهذا الخلية بالخلية البعد مشبكية أي أنها جات بعد المشبك وهذه جات قبل المشبك واضح الفكرة شباب يعني لو كان نرسم هكذا ركز معي مليح هي راهي مشكلة مشكلة تفهم وثائق فقط لا اكثر ولا اقل هذا لو كان نكبره تقاوه مرسم بهذا الشكل وانتم ما قرأتوا في الدوزياماني هكذا وربما اجمع عارة مقراوه في الدروس في الاقتصال معنى لو كان نكبر تقاوه رسمين بهذا الشكل لماذا اظهر لي بهذا الشكل لاني كبرت فقط لاني كبرت الحجم بشكل كبير فاظهر لي جزء من الخلية هذه اللي هي خلية قبل مشبكية واللي هذه خلية بعد مشبكية لاحظوا ما نيش نصرح في النقل المشبكي بيش تفهموا يعني ما نيش نصرح في النقل المشبكي وانما راني النح في المشكلة اللي ممكن توقع عند بعض الطلبة انه يعود مش فهم القصة يعني مش فهم الوثائق اللي رأي امامه احنا كنا نتنحه المشكلة عدم الفهم تاع الوثائق قد عندنا خلاص مشكلة عادي الدرس يجينا سهل والتمارين ايضا يجينا سهل على واش لان الحاجة اللي نشوفوها نعودوا فهمين على من رأي يحكي خلاص طيب الان نبقى في المشبك ولكن المشبك المشبك نوعا قريتو مشبك منبه او مشبك تنبيهي ايضا كثاني كيف كيف مشبك تنبيهي ومشبك تثبيتي تقوه الله علم الرمز يعني منها المنشط المثبت المشبك تنبيهي او والمشبك تثبيتي اوكي وش معنى مشبك تنبيهي هو الذي يسمح بمرور السيالة العصبية وش معنى مشبك تثبيتي هو الذي يمنع او يحول نحو ما يخليش السيالة العصبية تفوت هذون شنين الفائدة تاعهم وشن وكتين نقراهم نقراهم في الادماج خلاص معنى كن نحتاجوا ادماج اا نقراه هذو المشبك تنبيهي والمشبك تثبيتي قادروا يقولي اصلا الادماج انا منيش فهمه حتى نفهم المشبك تنبيهي وتثبيتي يا سيدي عادي نقراه خلاص لاحظ معي هذا الخلية بما انه هذا جسم خلوي فهو ايضا فمباشرة فهو يعتبر خلية بعد مشبكية هذه خلية قبل مشبكية وهذه خلية قبل مشبكية وهذه خلية قبل مشبكية خلاص انتا تخيل معايا هذي الجي من هنستيا العصبية وتجي من Aur وهذا مشبك وهذا مشبك وهذا مشبك معناها ثلاث مشابك في خلية بعد مشبكية واحدة مناش عارفين النوع بتاعهم يعني هل هم كلهم تنبيهي هل هم كلهم تثبيطي هل فيهم للتنبيه وفيهم لتثبيطي هنا المهم بتاعنا انه نقراه هذا في الادماج معناه لما تصل سيالة عصبية في نفس الوقت الى الخلية البعد مشبكية من مجموعة من المشابك كيف يتعامل معها الخلية البعد مشبكية هذا ما يسمى بالادماج وهنا نقراه ندخل المشبك التفبيطي والمشبك التنبيهي ونحن نقراه بالتفصيل في هذيك نحن نقراه بالتفصيل في الادماج يعني كنا لحقول لنقطة واضحة الفكرة طيب كين واحدة الحاجة مهمة الان نحبه ندرسوها واللي هي الكومون كومون راحة وكين كومون حاجة يسموها كومون العمل هنا الكثير من الطلبة حافظين يعني يعني كومون راحة يقول لك لما نشوف منحنة بهذا الشكل هو مباشرة كومون راحة أو يقياه بهذا الشكل هو ايضا يقول لك كومون راحة صحيح هو كومون راحة كومون العمل يقول لك هو هذا كومون العمل مباشرة لما يشوف هذا يقول لك هو كومون عمل خلاص اني فاهمه يعني وحقيقة الامر مهش قصة في انك حافظه يعني كي تشوف المنحنة تعرف بلي كومون راحة وكومون عمل لا 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 القصة مش هي هنا القصة اكبر من هذي القصة نبدو ها قايتين من الول كيف اش من الول نحكي لكم هناك حكيها احداخ بمعنى معناه راح نحكو لحكاية كاعمة شي مش هي هذي مش راح تحكي لنا راح هنقول لك ايش نحكي بك راح نرسم لك حاجة وقول لي اتو سان هي نح نصوم لك هذي هذي هاقدم هكذا نصوم لك كيمهاك نصوم لك كيمهاك نصم لك قطب موجب ونصم لك قطب سالي نقول لك هذي شنية تقول لي مباشرة بيلا جميع لي قالوا بيلا بالعربية نسموها بالطارية صح لا ماشي صح صح قادر واحد يقول لي واش دخلها في واش دخلها في الحكاية اللي نحكو لها معلش يصبر بركة بمقلق يعني لاحظوا معي الفولتاج تاع البيلا هذي اللي نشروها كل الفولتاج وكيفاش يعني مثلا نقاو 6 فولت نقاو بيلا هذي الفولتاج تاعها 6 فولت كيفاش نقسو الفولتاج تاعها قادر واحد يقول لي قسناها في الفيزياء بوسطة جهاز الفولت متر نجيبو الخيات اللي نحطوه هنا نحطوه في القطب الموجب الخيات الاحمر ولا الاصفر لا مش عيش سموه نحطوه في القطب الساليب فنلاحظ ان هذك المؤشر هذك راح نعي حوالي 6 فولت فنقولو باللي الفولتاج تاع البيلا هذي 6 فولت صح صح اللي هو كومون نقولو كومون كومون البيلا هذي او فرق الكومون بين النقطة هذي والنقطة هذي يقدر ب6 فولت خلاص خلاص فهمنا مفهومة هذي يعني الكومون يعني البطارية لديها فرق في الكومون بين هذي النقطة وهذي النقطة يقدر ب6 فولت كيف حسبناه حسبناه بجهاز الفولت متر مفهومة هذي الفكرة اشفو على هذي الفكرة حطوها بجهة هما جابوا ليف عصبي هكذا جابوا ليف عصبي هكذا وجابوا جهاز الفولت متر مع ليف اس هي الحقيقة ليس جهاز فولت متر لان الفولت متر يقيس القيمة الكبيرة للكومون جابوا جهاز اكثر حساسية معناه يقيس لنا الفولتاج ايضا اي فرق الكومون بين نقطة ونقطة حطوا القطب الاول قاف واحد هنا هذا القاف واحد اللي حطوها هنا هو هذي قاف اثنين مثلا قاف واحد حطوها هنا وقاف اثنين حطوها هنا وجابوا الجهاز دقيقة نمحيز الحقيق اليوم او وجابوا الجهاز نفرز فولت متر مثلا حطوه هنا قاف قاف اثنين فقسلهم فقسلهم قياس سبعين سبعين ميلي سبعين ميلي فولت هكذا سبعين صح لاحظ ميلي فولت ميلي معنى قيمة صغيرة جدا 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 واستنجوا استنجوا بلأن الليف العصبي لديه فرق في الكومون بين النقطة هذه اللي هي السطح التاعو والنقطة هذه اللي هي داخل الليف العصبي يقدر هذا الفرق في الكومون بسبعين ميلي فولت كومون عادي يعني سموه كومون الراحة أي يقدر بسبعين ميلي فولت وهو يختلف من ليف عصبي ليف عصبي مش دائما 70 ملي بولت ربما نقو 65 ربما 60 على حسب نوع الليف وسموه كمون راحة لماذا كمون لان الليف العصبي يكون في حالة راحة يعني مش في حالة نشاط يعني لاحظوا بالليف عصبي jugar عظه في الكائن الحي يعني في حالة الراحة يكون 70 ملي بولت مش كما البيلاء دائما 6 بولت واشا sexual فكرة هذي يسموها الكمون الغشائي ويسمى كمون الغشائي فرق الكمون بين الغشائها على طلفي الغشاء هذا الخط اللي نغلط فيه ضرق هو غشاء الليف العصبي هذا كداروا القطب الأول هنا والقطب الثاني لاحظوا هناك فرق في الكمون فاستنتجوا أن هناك قطب موجب هنا وقطب سالب هنا يعني قدرنا نقوله بالليف العصبي باتري يعني باتري يوفر لنا الكهرباء ولكن سبعين مليفولت ما توفرناش الكهرباء عادك لو واحد يحسب بالليف توفر الكهرباء لا وإنما هي قيمة ضعيفة جدا في حالة نشاط هذا الليف العصبي بمعنى تنبيه في حالة تنبيه انتقال سيالة عصبية حاجة كما هك يتغير كومون الغشاء هذا هذا سبعين مليفولت تتغير وتصبح حاجة متغيرة فتسمى كومون كومون العمل ويرمز لها بالمنحنة هكذا لأنه يتغير الكومون اللي كان كومون راحة لحظة هنا هنا في ذا النقطة كان كومون راحة بعد التنبيه والنشاط تغير الكومون هكذا هكذا وثم عود استقر عود رجع الكومون راحة هذا التغير إثره حادث معين التنبيه معين يسمى كومون عمل العودة إلى الحالة الطبيعية يسمى كومون راحة الكومون راحة هي قيمة معينة بين طرف الغشاء تقدر سبعين مليفولت في هذه الحالة وهنا تغير الكومون الغشاء إثره تنبيه بعال أو حاجة معينة فنسمى كومون عمل وهنا يسمى كومون راحة خلاص وراح نشرحهم يعني بالتفصيل المميل لما نبدأ ولاحظوا باللي ما نش ندرس في الاتصال العصبي يعني نحكي في حويج يعني فلاشات تكون في راسك باش كنا نبدأ وندرسه جيك سهلة يعني كومون راحة رح نقرأه بالتفصيل كومون العمل رح نقرأه بالتفصيل معناه تفهمه أكثر وتجي الأمر بسيط جدا خلاص آخر حاجة بقيت ندرسها هي المنعكس العضالي وقريته كل المنعكس العضالي الله أعلم في السنة أولى وفي السنة ثانية المنعكس العضالي مسؤول عليه المركز هو النخاء الشوكي صح؟ كلكم قريته قريته باللي مسؤول عليه النخاء الشوكي لاحظوا معي كنجي نرسم النخاء الشوكي هكذا لاحظوا معي شباب نعم هذا جزء من النخاء الشوكي فقط مش نرسم النخاء الشوكي كل لاحظوا معي هذه المادة الرمادية هذه يعني هذه المادة الرمادية وهذه المادة البيضاء يجي عدنا العضالة هنا عدنا المغزل قريته المغزل قلته هو مستقبل حسي عنده عند التنبيه الذي يستقبل التنبيه هو المستقبل الحسي اللي هو المغزل العصبي العضالي ثم ينقل السيالة العصبية عبر الليف العصبي الحسي اللي راني نرسم فيه الآن ثم ينقلها هنا وهذه النهاية العصبية اللي راني نخدم فيه معنى عند تنبيه هنا أي تنبيه معين يستقبل التنبيه المستقبل الحسي اللي هو المغزل العصبي العضالي ثم ينقل السيالة العصبية عبر الليف العصبي هذا اللي نرسم فيه لاحظة معنى هذا ليف معنى هنا قبل التنبيه كي يكونوا الراحة بعد التنبيه أصبح كمون عمل يمشي سيتركز معي أو يمشي أو يمشي أو يمشي كمون العمل حتى يصل إلى النهاية العصبية ثم يجد عصبون جامع إذن هذه المنطقة هي عبارة عن مشبك يعني انتقل السيالة العصبية عبر الليف العصبي ثم لحقت المشبك نحن رح ندرس كيف تنتقل السيالة العصبية عبر الليف وكيف تنتقل السيالة العصبية عبر المشبك ثم تروح الخلية العصبية واحدة أخرى ثم تجي خلية عصبية واحدة أخرى اللي هو العصبون الحركي ثم يروح للعضلة جهنا السيالة العصبية حركية سميتوها ثم جهنا أيضا مشبك آخر وتتقلص العضلة هذا هو المغزل العصبي هنا إذن راح ندرسه وش معنا كومون راحة نطبقه على هذا على الليف العصبي ثم لما التنبيه يصلكمون عمل سوف ندرس كومون العمل وندرس نمط انتقال السيئة العصبية على مستوى الليف ثم تلحق للمشبك كيف تنتقل السيئة العصبية ونمط انتقال السيئة العصبية على مستوى المشبك ثم نفس الشيء ثم تعود ثم يسبحنا مشبك هذا أنا نظر حاجة بسيطة هذا ما يسبق المنعكس العضلي اللي قيته في السنة اولى والسنة ثانية تبقى ان حاجة الادماج والمخدرات نقراهم في وقتهم يعني هذه فقط لمحة يعني تقديمية حتى مش تذكير بالمكتشبات لانا راح ينديروا نشاط الاول اللي هو تذكير بالمكتشبات وانما حبيت نشوفه الله اعلم انا شفت اللي كان هذه المصطلحات مهمة باش كي تدخلوا معنا الاتصال الاصابي تعود عارف فشلنا راح ندرسوه اتمنى انكم افهمتو جزاكم الله خيرا لا تنسونا مصالح دعائكم ولا تنسوا ايضا دائما سعارنا بالقرآن نحيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته